السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفة نيت اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم اسرع واسهل وصفة بدون اختمار وصفة اللي كنحضروها في دقائق كتجي الديدة 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 كانت من من كل قلبي انكم تجربوها فإلى جربتوها غادي تبقى ودعي معايا كتجي الديدة 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 وكما قلت لكم راها بدون اختمار كتجي ماداق يا سلام افضل من البيتزا جربوها وما تنسوش تدعيوه معايا على بركتي الله كانحتاجوه اولا حبتين من الطماطم اللي طبعا كانزولو لهم القشرة وكانزولو لهم ذاك الماء اللي كيكون في الوسط الى كان اللون ديالو اخضر الى كان اللون ديالو ماشي اخضر ماشي مشكلة بغيتو تستعمله من بعد كنقطعوها وكنعملوها في الخلاط وكنتحنوها كنجيب واحد كسر هنا كنضيفو فيها الزيت وغادي نضيفو طماطم ديالنا اللي طحناها ممكن حتى تحكوها كنضيفو معجون طماطم نصف ملعقة كبيرة كنضيفو مستحضر ديال التوم اللي كيعطي واحد لدة رائعة في السلسة ديال الطماطم غادي نستعمل نصف ديال هادي غادي نحكوه في الحكاكة من بعد كنجيو وكنحتاجو للملح رأس ملعقة الابزار او الفلفل الاسود هو واحد القبصة ثم الزعتر مقدار ملعقة صغيرة كنحكوه باليد ديالنا كنحركو العناصر وكنوضعوهم على النار وكنخليو هادي السلسة على النار حتى كيختفي من ها الماء تماما من بعد كنجيو كنجيبو حبة واحدة من البصلة كنقطعوها الى مربعات صغيرة كنوضعو ميقلات على النار حتى كتسخن كنضيفو فيها الزيت وكنضيفو البصلة ديالنا وطبعا كنضيفو عليها الملح وكنخليوها يعني نحركوها نخليوها حتى كتنضج هادي الحشوة رأساة هلو بسيطة وسريعة كنحضرو الحشوة قبل ما نحضرو الخاليط ديالنا لانه ما كيختامرش من بعد غادي نمرو باش غادي نحضرو الخاليط اللي كنحتاجو فيه كأسين من سميد ناعم او سميدة رقيقة سميد البسبوسة ملعقة صغيرة من الملح ما تكونش مملوقة ملعقة صغيرة مملوقة من سكر باش كتجينة ذهابية في اللون كنخلطو النواشف معا باد من بعد كنضيفو نصف كأس من الزيت الكأس اللقيت ديالو مية وخمسين ميلي لتر كنحركو الزيت اولا كنبس بسو هاد الزيت معا سميدة ثم كنجيبو ملعقة صغيرة من الزبدة انا راني عملت زبدة بلدية يعني الزبدة يستحسن تستعملو زبدة الاكل باش كتجيكم الديدة كنضخلو كدالي كدك الزبدة في الخاليط كنبس بسوها معا سميدة من بعد كنحتاجو البيضة واحدة وهاد البيضة هي اللي كتخلينينا الخاليط كي يجي متماسك وكنعتادر على الصوت ديال والدي را ما بغاش يسكتلي مهم كندخلو هديك البيضة في الخاليط او لف السميدة من بعد كنجيو كنحتاجو الكأس الاول من الحليب كنضيفوه وكنضيفو نصف كأس اخر من الحليب يعني كأس وا نصف من الحليب الكأس القياس ديالو مية وخمسون ميلي لتر وكنحركو من بعد كنضيفو كيس خميرة حلويات بيكم بودر من وزن ثمانية غرام كنضيفوه كأخر مرحلة وفي هاد المرحلة كنجيبو الخلاط اليدوي وكنخلطوه جيدا فهاد المرحلة ضروري كنعملو هاد الفوة ولا الخلاط اليدوي باش كتنساجم لنا ذيك السميدة جيدا مع الخاليط ما كتبقاش لنا مكتلة غادي نخلطوها جيدا حتى كتنساجم حتى كيولي الخاليط املسة له هاد الشكل كنخليوها جانبا كنجيبوه قالب انا عملت قالب بقياس ديالو اه تقريبا واحد اه 22 مويم ما بين 20 اه 22 سنتيمتر غادي نوضعو فيه الزيت وغادي ندهنوه جيدا من الاسفل ومن الجوانب دهنوه جيدا باش ما تلتاصق لكمش في الفورن من بعد غادي نصبو او الا نرشوه بسميدة من الاسفل ومن الجوانب كنرجعو الخاليط ديالنا على بركتي الله كنحركو شتوكي زيدي تقال وغادي نوضعو نصف الكيمياء ديالو في القالب وهنا يرى شعننا الفورن غادي نقول لكم يعني كيف شعنناه اه كان عملوه يسخن من الاعلى غير من الاعلى ما تشعلوهش من الاسفل فهذا المرحلة من بعد موضعنا نصف الكيمياء كنقعدو الوجه ديالها وندخلوها الفورن ساخن من قبل غير من الاعلى انا عملتوه على 200 درجة مئوية وكان عملو النار من الفوق فقط حتى كيتماسك لنا الوجه غير يتماسك خرجوها ماشي كتنضج من بعد غادي تنضج بعد ما تماسك لنا الوجه تقريبا واحد خمسة ديال دقايق كنعملوه السلسة شوفوه هنا را ما وريتكم شهن هي الوجه را تماسك شتو باش كتجينا ديكل حشوة مقاددة فيها كنحاولو ان انا نقادو السلسة كنخليو الجوانب يعني نقادوها غير من الواسط نخلي واحد سنتيمتر تقريبا في الجانب من بعد غادي نوضعو البصلة عفوا من نسبة هن هي للسلسة والبصلة لهم بردو تماما متوضعوهم شو ما ساخنين من بعد كنوضعو سواء الدجاج ولا اللحم المفروم ولا اللي بغيتو انا كنفضل الطون لذلك استعملت الطون وغادي نوضع الجبن غادي نوضعوه حتى هو واحد الكمية في الوجه هنا ماشي مشكل الجبن يجي في الجوانب ماشي مشكل غير الحشوة ليخسكم تخلي واحد سنتيمتر وهن اينا رع ملنا الفرن يسخن من الاسفل غير من الاسفل فقط من بعد على بركة الله غادي نوضعو الزعتر مقدار قيل ملعقة صغيرة وكنجيو الكيمية المتبقية كنحاولو اننا نوضعوها وكنبدو نوضعوها على الجوانب يعني كنبدو نوضعوه في الوجه هنايا كنحاولو اننا نوضعوها على الوجه ومن بعد را غادي نقضوها بواحد ملعقة مش مشكل وكما قلت لكم الفرن راه عملناه يسخن من الاسفل في الاول كان من الاعلى دابا كنحاولوه كنديروه من الاسفل ومن بعد ما غادي نقضو الوجه ديالها غادي ندخلوها الفرن غادي نعملو النار من الاسفل ونقصو الحرارة المئة وخمسون درجة مئوية وكنخليوها نضجع لها خطرها حتى كتتحمل لنا من الاسفل والجوانب كتبال لنا من الجوانب محمرة من بعد كنشعلو النار من الاعلى باش كتتحمل من الفوق من بعد ما خرجناها من الفرن نزوناها من القالبة هي ربقة ساخنة وهي سخونة كنوضعو عليها الجبن باش كيدوب كنحاولو نوضعوه على الوجه ديالها من بعد خديت واحد القشرة ديال الطماطم لي عملتها على شكل وردة يعني القشرة ديال الطماطم كنقطعوها ونلفوها على شكل وردة من بعد كنضيفو كذلك واحد رشة ديال الزعتر كيزيد نكهة يعني كيعطي نكهة بحل ديالبيتزا وثم كنجيب مع دنوس ولا البقدونس وغنوضعوه في الاسفل ديال الوردة باش كنزيدو نزينو العين كما كنقولو العين تأكل قبل البطن وهدي النتجة ديالها كتجي خطيرة في الماداقة الديدة 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 كنتمنى فعلا انكم تجربوها غادي تعجبكم وعمركم تصغنو عليها وسريعة في تحضير يعني غادي تحضروها في دقائق كتجي الديدة 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 فجربوها على حسابي وما تبخلوش عليها بتشجيعاتكم فبالفضل تشجيعاتكم انا مازل مستمرة لحد الان كنشكركم بزاف على حسن المتابعة استودعكم الله الذي لا صادع ودائع والسلام عليكم